اسعد الله مساكم يا احباب بقولكم قصة حقيقية قريتها وعجبتني وبعلق عليها التعليق سريع بعد من باب الفايدة القصة تقول انه واحد من الشباب يودي زوجتي يوصلها المدرسة مدرسة زوجته فكلما يوصل عن باب المدرسة ينزل هو يفتح لها الباب يخليها تنزل من السيارة فيقول انتشر ما بين المدرسات ما بين الطالبات انه يا اخي هذا كيف رومانسي مع زوجته وانه هذا محترم يقدرها يفتح لها الباب ابيده بنفسه والكل مستغرب من هذا الفعل هذا الفعل يعني اليوم كأنه شيء غريب سبحان الله يقول هم ما يدرون ان اصلا باب السيارة قربان ما ينفتح لها من برع وانا ادري ان الان بعد بتيني تعليقات بيقولون غريبة والله ها ريال من البلاد عندنا هذا خليجي هذا كأنه شيء غريب في الدنيا ما ادري من وين انت طبع في اذهانهم او ان طبع في اذهانهم ان الرجل الخليجي جاف جاد نزلي نزلي فكي فارجي والله احباب ليس يعني باب التزكية والمتح انا افتح الباب لزوجتي وهذا لا ينقص من قدري بل يزيدوني حبا واحتراما وتقديرا عندها اني لا اعرف بعض الاحباب من الافاضل الكرام اللي لهم كانوا في المجتمع يحطوا انعال زوجتها جدا مريلها يقول زاها الله خير متغطية ومتغشية ولا ماسكة ولدي ولا حاجة خاف تتعثروا احليلها زاها الله خير وتخدمني وتحطلي هؤلاء يتعلموا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم لا يكرمهن الا كريم فالكريم يكرم أهله هم حق الناس بإكرامك ولا تستغربون والله ان مثل هذه الصور الجميلة الرائعة الصور النموذجية هكذا طبيعتهم اصلا لكن والله ما افسد العقليات وافسد الانتباعات وافسد الافكار والعراء الا اهل افلام المسلسلات وافسد الانتباعات